هل الإسرائيلي سيرد ما حدا عنه جواب طيب إذا رد هل سيكون الرد منخفضا لتخفيض التصعيد والخروج منه لأن المعركة بدأت كبيرة ولأن الرهان على أن لا يكون هناك قدرة إيرانية وقدرة لدى حزب الله بالذهاب إلى المواجهة الأعلى على طريقة لاعب البوكر يعني لأنه بيقول هاي الضربة من عملت إلا وراها حسابات خطيرة تعونت فداها وعشان هيك بيعطين الموفدين واللي هبطوا حيطان واللي عرضوا عروضات ويرهنوا أنها تصبط ممكن لكن هذا الرهان سيخيب وسيبدو أن قرار الرد خلاص محسوم ونوعية الرد مؤلم موجع رادع طيب بيردوا بهالحالي هل ما فتحنا العين على نقاشه من فرضية اختبار الأسلحة النووية التكفيكية وارد يعني المبنية على التقنيات النووية ولكن ليست ذات الإشعاعات المدمرة يعني أنه اللي بقوله بتفوت القوات البنرية بعدها بساعات لكن تدمر أعماق 300 و 400 متر يعني إذا المفاعلات النووية إذا الملاجئ الضخمة بإيران وسواها هل هذا لأنه هذا سيستتبع ردا إيرانيا بأسلحة نووية تكفيكية كيف ما بعرف يعني صناعة إيرانية صناعة روسية أنا رأي هذا تفصيل يعني لكن الأكيد هيك هيصير يعني رد من نفس النوع ومتاح ومتوفر إذا إيراني بده يعني توقيع وإذا روسي بده توضيع يعني فبكل الأحوال رح يكون رد من ذات النوع وبالتالي لوين من روح يعني هاي كلها ما حدا عنده أجوبة عليها هاي تتوقف على أن نرى الرد بحجمه بتأثيراته بكيفية تفعل يمكن الضربة يعني ينهار وضع الكيان الداخلي يعني تبلش تطلع الناس مظاهرات أو قيل لوين ما أخذنا لك يا أخي أنت يعني رحت أتلت أسماعيل هنية جبت لنا السنوار ألا عم تضرب رحت اقتلته بطهران جبت لنا البلاوي ضرب أتلت فؤاد شكر يعني وإذ فتحت علينا بواب جنان مش ناقصنا واحد مصطول يقودنا يعني فقد يقلع نتنياهو لا نعلم يعني هلأ اللي بيطلع مثلا بالنقاشات اللي صارت بالكناسد أنه أحمد طيبي نائب العربي بالكناسد ما عم يحكي من عندياته عم بيقول فضية السوبر ماركات روح وشوفه أي ردع أي بطيق عم تحكوا عنه الناس عايشة على المهدئات لعصاب والناس يعني الواحد عم بيترجي شو عنده صار غراض بالبيت ما مخلي شيء ما مخلي شيء نهائيا خزاين التياب مفضية ومعبيها تموين ومعبيها مشروبات بيبسي ومدرشو مأكولات ومعلبات وبطاريات فحالة الهلع والذعر والرعب معممة خاصة أقفل هلأ مطار من جوريون بسبب الخشي يعني أكفال كل الأجواء فأعتقد أن الإحتمالات مفتوحة وهذه حرب مفتوحة قيمة الحرب المفتوحة أنها احتمالات مفتوحة لا استطيع أحد أن يتحدث عن حرب مفتوحة ويقول هي الحرب الكبرى التي فيها الدمار المتبادل للمدن لا هذا أحد الاحتمالات فيها الحرب الشاملة نعم اللي هي العبور البري يعني المحاولة الإسرائيلية لعبور بري المعطيات بتقول أنها ستدمر لكن ممكن تركبراسها قيادة الكيان وتعملها يعني تقول بدنا نفوت على بنت شبال بدنا نفوت على عيتة بدنا نفوت على مارون وهلأ غير 2006 بناء أنا عشوه والله ما بعرف عن جد ما عندي جواب ولو بطريقة تفكير في أحد أدنى من المنطق أنه جيش تدمر بغزة هذا بدك تفوت فيه على جنوب لبنان اللي زادت قوته مئة مرة بشريا وتسليحيا بوقت أنت ما قدرت تفوت بجيشك 2006 اللي كان بعز وذروة معنوياته وبنيته القتالية وثقته بتحقيق المصر يعني بعرفش إذا في عائلة بيعملها بس على كل حال كل حفلة جنون عند الإسرائيل يعني بالحالة الانهيار بصير هستيريا فقد تأتي بهم الهستيريا ويأتي الرد بالعبور فهذه كلها فرضيات للحرب المفتوحة نحن سنتابع ونراقب ولا ندعي القدرة على القول بوجهة واحدة يمكن أن تسلكوها الأحداث نبدأ مع المنشات طبعا اليوم اللي قادري تابعنا على الفضائية السورية عشر ونص عندي يعني إطلالي بأعتقد حوار ساعة مع الأستاذي فاطمي جيرودي وأعتقد أنه سيكون يعني حوار يحاول يعمل إحاطة بالكثير من اللقاط والفرضية بالمنشات الحكمات في الكيان يتوقعون الضربة القاضية بين 8 و13 آل مع ذكرى الخراب تقارير وتحذيرات أمريكية حول تسليح نوعي قدمته روسيا لإيران لمواجهة أمريكا المقاومة في غزة ولبنان تصاعد ضرباتها واليمن يستهدف سفينة بانتظار الرد كتب المحرر السياسي موعد وحجم ونوع الرد الرادع من إيران ولبنان واليمن والعراق محور اهتمام العالم والمنطقة كما العالم في حال حبس أنفاس والكيان قادة وجيشا ومستوطنين في حال قلق وخوف وصولا إلى الرعب والذعر كما تقول مخازن البيوت التي امتلأت بما تم تخزينه من موجودات المخازن التجارية رغم حالة الإنكار والمكابرة التي تعبر عنها تصريحات رئيس حكومة الاحتلال ووزير حربه ورئيس أركانه كلهم يقولون أنهم جهوزية تامة لكل القرضيات بالدعاء روح معنوية عالية واستعداد لمواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات ولكن معلوم أن الضعر قائم واشنطن التي حشدت جيوشها وأساطيلها وأعلنت التزامها بحماية الكيان من خطر الردود المؤكدة الآتية كما قال قادة إيران والمقامة هي أيضا تعترف بخطورة الموقف وإلا ليش ترسل المبعوثين؟ ليش ترسل الوسطاء؟ فرنسي لهون وأوروبي لهون وعرب لهون إلى طهران إلى بيروت إلى مصقط وصولا إلى صنعاء حاملين عروض حاملين إغراءات إذا فشلت التحذيرات التي يطلقونها بالحديث عن مخاطر التصعيد وبسياق القلق الأمريكي تقارير أمريكية عن دخول موسكو على الخط وتقديمها أسلحة ومعدات حديثة لإيران سرعان ما تصبح بيد حدفائها لمواجهة مخاطر التدخل الأمريكي والبيت الأبيض يحذر علنا موسكو من التورط في هذا الصراع في الحصيلة الكلمة للميدان حيث الاستعدادات على ضفتي المواجهة المرتقبة هي سيدة الموقف أصحاب القرار يتابعون التحضير ويستثمرون الوقت في كل اتجاه بما في ذلك الحرب النفسية أصحاب القرار نتحدث عن إيران وقوى المقامة أما الحلف الأمريكي الإسرائيلي الذي جند بعض الغرب وبعض العرب فليس أمامه إلا أن ينصب بطاريات الصواريخ يفعل أنظمة الرادارات ويبقى منتظرا متى تبدأ ما يسميها هو بالأمطار الصاروخية غموض موعد ومكان ونوع وحجم الرد مقصود من إيران وقوى المقامة لكن الحاخمات في كيان الاحتلال يتحدثون عن شيء آخر يعني الحاخمات في كيان الاحتلال يتحدثون عن رد مرتقب في موعد بين 8 و13 أب الحالي أي ما بين اليوم ويوم الثلاثاء المقبل حيث تحل بين هذين اليومين حسب التقويم الذي يعتمد في حساب الأيام ذكرى الخراب الأول والخراب الثاني والتحسب لمخاطر الخراب الثالث اللي هني بيتوقعوا على الحاخمات أنه بدو يتم بحدث زلزالي كبير بيقولوا هلا هو ضربت إيران وقوى المقامة وأنه هذا الحدث الزلزالي مثل الأحداث التي أودت بمملكة بني إسرائيل بالخراب الأول والخراب الثاني يعني قبل الميلادة يعني 2500 سنة وقال الأذى بيقولوا أنه هذا الحدث الزلزالي بيجي بسبب رعونة وتهور ونزاعات داخل الكيان وإضعاف لوضعه الداخلي بسبب ملوك يعني أودوا بالمملكة إلى المقتلة وبيذكروا بأنه الخراب الأول وقع على يد ملك بابل مبوخة بنصر والخراب الثاني وقع على يد الإمبراطور الروماني تيتوس إثر نزاعات وضعف داخلي وخطوات مغامرة غير محسوبة لملوك بني إسرائيل هلأ بجبهات القتال المعلومات يعني متداولة وواضحة مش رح أفصل فيها عمليات نوعية للمقاومة من جبهة لبنان عمليات نوعية كماء مركبة في غزة وبأدوات بداية ليمن يستهدر سفينة جديدة فيعني جبهات القتال بعزها والحمد لله